السلام عليكم ورحمة الله معكم سيد من قناة الابداع والتميز دائما قناتكم ابداع واستمتع النهاردة موعدنا مع فيديو جديد واعتقد هيكون مهم جدا لانه بيواجه حل لمشكلة من المشكلات اللي بتقارك ناس كتير جدا وهي جهات الاتصال ناس كتيرة جدا بسمحهم يشتكوا يقول لك انا جبت تليفون جديد وجهات الاتصال مش عارف اجيبها منين او فيه اتصالات معينة مش عارف باسم مين او ارقام موجودة مش عارف باسم مين طبعا النهاردة هنتكلم عن جهات الاتصال وطبعا جهة الاندرويد مش هينفع تستخدمها الي لما يكون عندك جيميل او جوجل اكاونت النهاردة هنتكلم عن ازاي تتحكم في جهات الاتصال وازاي تقدر تعمل اكسبورت واونبورت اللي هو استيراد او تصدير لجهات الاتصال من تليفونك لتليفون اخر او من اكاونت لاي اكاونت تاني عشان نعمل الموضوع دوت هنخش على الجوجل دوت كوم تمام تتأكد ان انت واقف في نهات على حسابك تخش على حساب الجيميل بتاعك اللي انت مسجله في التليفون اهو تتأكد ان انت موجود عليه بعد ما تتأكد بتخش على الاكاونت بتاعك اهو تخش على علامة الاكاونت بتخش هنا على علامة الاكاونت هتلاقي على اليسار قائمة تمام اولها هوم تمام وتنزل تحت هنا هو لحد ما تلاقي الكنتاكت هتخش على تمام وجوه هتلاقي نوات على اليمين الكنتاكت هنا هو تقدر تشوف كل جهات الاتصال المتعلقة بحساب الجوجل بتاعك او الجيميل بتاعك سواء انت تسجله على الهاتف او على هاتفين او على اي جهاز تاني هنا هو تقدر تتحكم فيه خش هنا على كلمة كونتاكت تمام هيظهر لك نوع قائمة كاملة كبيرة جدا بكل جهات الاتصال وهنا بيقول لك ايه ادي الكنتاكت عندك اه الف وربمية ستة وستين جهات الاتصال طبعا دولة بيقول لك على مدار سنوات طويلة كل جهة الاتصال موجود الاسم وجود جنبها الرقم هنا على اليمين تقدر في القائمة دية تعمل حاجتين مهمين جدا وهي ازاي اجيب اتصالات جهات اتصالات جديدة يعني لو انت عندك تليفون قديم وعايز تعمل امبورت يعني استيراد من جهة اتصال جديدة بتخش هنا هوت وبتختار الملف تمام وتعمل امبورت لجهات الاتصال من هنا هوت تختار هيفتح لك الكمبيوتر بتاعك تختار جهات الاتصال اللي انت عايز تعمل لها استيراد طيب لو احنا عايزين نعمل العكس وده ناس كتيرة بتطلبه ان انا دلوقتي عندي جهاز عايز اغيره مسلا او عايز ادخل جيميل جديد لجهاز جديد بس هجيب جهات الاتصالات القديمة فبخش على الاكسبورت اكسبورت يعني تصدير تمام هنا هوت بيقول لك ادي الكنتكس اللي عندك وكتب عددهم تمام وعايز تصدر باي شكل يعني انت عايز تصدر بسيقة الجوجل الجوجل سي اس في او الاوتلوك تمام عن طريق برنامج الاوتلوك او الفي كارد ده بالنسبة للاي او اس تمام للناس اللي بتستخدم الايفون طيب هنا هوت هنعمل ايه هنعمل اكسبورت بالجوجل لان انت عايز تركب الجهاز ديت على جوجل تاني او جيميل تاني فبتعمل هنا هو اكسبورت اهو زي ما انت شايف في ثواني بسيطة جدا فتح لك ملف كامل بكل جهاز الاتصال نعمل هنا هو ونشوف الملف بتاعنا اهو فتح اكسل شيت كبير جدا في كل جهات الاتصال بتاعتك اهو تقدر تشوف كل البيانات طيب دلوقتي انا عند الملف اعمل ايه بيع بالملف دلوقتي كل اللي انت هتعمله ان انت هتروح للجيميل الجديد اللي انت عايز تجيب له جهاز الاتصال تمام اهو نخش على جوجل ونخش بالحساب الجديد نخش على الاكاوند تمام وهنروح للملف اللي احنا عملنا له بتصدير هنلاقيه فين هنلاقيه في اهو وقول له اوكي وهنا تعمل خلاص يعني استراد زي ما انت شايفين ههو بيحمل كل جهات الاتصال اللي في الجيميل الاولاني الى الجيميل الجديد بتاعي وطبعا بتخش تلاقي كل التحديثات دي تمت اوتوماتيك على تليفونك طالما انت مدخل الجيميل الجديد ده كانت رؤية سريعة لازاي تعمل تصدير والاستراد لجهات الاتصال من خلال الاكاوند بتاع جوجل طب نقدر نعمل ايه تاني بنخش هنا هو بنخش على الحساب اللي كنا فاتحينه تمام فيه هنا كمان ميزة جميلة ان انت تدرى تعمل مرج او فكس مرج عند فكس يعني انت هنا هو عندك جهات اتصالات كتيرة متكررة تمام فبدل ما تروح تلف على جهات الاتصال واحد واحد وتدور ايه هي جهات الاتصال متكررة بتخش على مرج وتعمل هنا هو مرج كل الارقام اللي متسجلة باسمين بيعمل لها اوتوماتيك برج فبتقول هنا هو مرج ازاي ما انت شايف اهو على طول دمج الارقام المتكررة في اسم واحد خلص العملية في سواء ده بالنسبة لازاي اعمل مرج لكل الارقام طبعا فيه امكانيات كتيرة جدا يعني مثلا انا قدر امسح اي جهة اتصال بكل سهولة ننقف هنا على جهة الاتصال وادوس على الثلاث نقاط واعمل دليت لجهة الاتصال ديت او ممكن اختار هنا هوات جهات الاتصال اللي انا عايزها واقف هنا على الثلاث نقاط واعمل دليت كامل ليهم ده كانت رؤية سريعة لكيفية التحكم في جهات الاتصال من خلال جوجل اكاونت بتاعك ارجو ان يكون فيديو النهاردة مفيد لكم جميعا وياريت ما تبقلوش على قناتكم قناة الابدع والتميز قناة ابدع واستمتع بلايك وسبسكرايب في القناة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة